سرعة محدودة ماذا تقصد بها هنا دكتور في الكتاب؟ سرعة محدودة وهو أن الإبن لا ينبغي أن نسمح له أن ينضج بسرعة ينبغي أن نتركه يعيش طفولته وينمو على نار هادئة يعني هل هناك أناس يعني ينضجون أبنائهم بسرعة؟ ليس أناس مجتمعات ودول ومدارث ومؤسسات تنضج الأبناء بسرعة كيف دكتور؟ مثال بسيط الإبن علميا التركيز الدقيق لديه يبدأ بعد ست سنوات يصبح عنده قوة التركيز الدقيق يركز من نقطة أين تكون الفاصلة إلى غير ذلك يعرف هذا الحرف إذا فلما نجي أنا ابن عمره ثلاث سنوات أعلمه الحروف والأرقام بدقة فأنا أساهم في نطجه السريع هذا واحد وهذا خطر خطر جدا جميل هذا الولد بعدها إلى وصل 12 سنة يكره شيء اسمه قراءة كتاب دراسة إلى غير ذلك إذن من هنا دكتور أنت تقول لا تعلموا الطفل الكتابة وكتابة قبل الكتابة وكتابة قبل 6 سنوات جميل أبدا شيء سنوات وبدأ يتابع المسلسلات العربية عموما والخليجية خصوصا ينضج تنضج عنده أشياء قبل أوانها طيلة المسلسلات كلها حبيبتي حبيبي تركتني ما اتصلت بي يا حبيبي والعلاقات وتعابير ومشاعر هذه تنضج أشياء عند الولد قبل أوانها ما الذي ينتج عنه؟ تنتج عنه الآلات من الاستشارات التي تأتين دكتور أربع سنوات ابني اكتشفته هو مع أخته هو مع ولد كذا يعني يزيل الملابث هذه أربع سنوات المفروض ما يعرف هذه الأشياء أصلا كيف نضجت عنده حتى بعد الأفلام الكارتونية المترجمة أو المدبلجة التي تأتينا من دول غربية حتى القط والفأر فيه إحاءات جنسية وغيرها من الأمور كله هذه نضج قبل أوانه هذا كله نسميه نضج قبل أوانه أيضا عندنا نتحفظ على الاختلاط المدارس المختلطة هذه نضج قبل أوانه نعم لما الولد يجلس مع بنت بجانبه وتبدأ هذه الحوارات وبنت عمره 6-7-18 سنوات وكذا ينضجون قبل أوانه وهذا النضج قبل وذلك المدارس المتميزة في الغرب في أمريكا على الخصوص التي تصنع العباقرة أمريكا وتصنع من يقودون أمريكا إلى التقدم في كل مجالات العلمية والقانونية وغير ذلك كلهم يدرسون في منتجعات غير مختلطة مفصولة مفصولة ما ممنوع الاختلاط ممنوع التدخين ممنوع شرب الكحوليات أو الخمور أبدا ودراسة 18 ساعة في اليوم ما ليس دراسة علمية فقط دراسة ومكتبة ورياضة وهوايات وغير ذلك وكلهم في مدارس غير مختلطة على المدارس المختلطة أيضا تنضج الأبناء قبل أوانها أيضا الأفلام الكارتونية أفلام الكارتونية فيها أشياء كثيرة جدا قبل أوانها وذلك ينبغي أن نسمح للطفل أن يعيش طفولته بهدوء كمية ما نسميه الطبخة التي تطبخ على نار هادئة السرعة محدودة السرعة محدودة ونحن الحمد لله حقيقة من هذا المنبر أشكر الله سبحانه وتعالى أننا سعينا في قنوات المجد لتأصيد ما تتفضل به دكتور في مخاطبة حقيقة الأطفال وفي الإشارة مثل هذه الأشياء شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة